كلما تريد معرفته عن تخصص الهندسة المعمارية والبناء والتخطيط يقصد بالهندسة المعمارية والبناء والتخطيط بفن وتصميم مهندسة المنشآت حيث تكمن مهام المهندس المعماري الرئيسية في تصميم المباني والهياكل مع الاخذ بجمالية التصميم والوظائف المكانية بعين الاعتبار ابرز تخصصات هذا المجال واكثرها شعبية التكنولوجيا المعمارية ويركز هذا التخصص على استخدام التكنولوجيا بما فيها تطبيقات الرسوم ثلاثية الابعاد لتطوير اساليب البناء والتخطيط وجعلها اكثر سهولة الهندسة المعمارية ويركز هذا التخصص على الرياضيات والفيزياء اكثر من اهتمامه بالتصميم والجانب الجمالي للهيكل التصميم المعماري يركز هذا التخصص على الجانب الابداعي من الهندسة المعمارية والبناء والتخطيط التخطيط العمراني يهتم هذا البرنامج في تصميم المدن عبر إيجاد الحلول الهندسية المناسبة للمشاكل مثل التضخم السكاني أزمات المرور والبنية التحتية العمارة الداخلية يقوم هذا التخصص على فهم وتطوير المساحات الداخلية بالاعتماد على نظريات تصميمية مختلفة مدة الدراسة وشروط القبول مدة الحصول على درجة البكالاريوس في الهندسة المعمارية والبناء والتخطيط إلى ثلاث إلى أربع سنوات وتطلب الجامعات من المتقدمين إثبات قدرتهم بالرسم الهندسي عبر امتحانات خاصة تجريها الجامعة أبرز مهن هذا التخصص التخطيط المعماري ترتبط مهامه بمعالجة القضايا المرتبطة بالمناخ وتعزيز كفاءة الطاقة وحل مشاكل البنية التحتية فضلا عن التركيز على المساحات والاستغلالها بأنسب طريقة هندسة المناظر الطبيعية يركز المتخصص بهذا المجال على التخطيط وتصميم وإدارة الفرق في الهواء الطنق هندسة الإضاءة يهتم مهندس الإضاءة بتحسين تجربة استخدام الضوء وجعله أكثر استدامة واستغلاله في مختلف البيئات تصميم الأثاث يرعي مصميم الأثاث الهندسة الداخلية للمبنى في تصميم مفروشات تناسب ألوان وإضاءة المكان للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع فريق عمليوستدي دوت كوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر